أنا لا أعتقد أنه سوف يكون هناك تغيرات قوية جداً بمعنى أن المؤشر واضح أنه حتى الآن هو إيجابياً متوقع أن يكون هناك ضغط على المؤشر إذا لم يحصل هذا الضغط خلال الأسبوع هذا أنا أشك أن يحصل لسبب وحيد الإجازات لدينا تنتهي في 30 أغسط فبالتالي سوف يكون هناك ضخ المزيد من السيولة وعودة المزيد من المتداولين إلى سوق الأسهم إذن إن كان هناك احتمال لأي عمليات ضغط على المؤشر وعلى السوق فيجب أن تحصل في هذا الأسبوع تحديداً إن لم تحصل في هذا الأسبوع تحديداً بالأكس هناك المزيد من الإيجابية في عودة هؤلاء المتداولين وللمعلومية هم كثير مبدئياً أنا أبدأ أنه لدينا مستوى مقاومة عن 8.180 نقطة هل تتوقع أن يكون هناك أي كسب لهذه المستويات مبدئياً؟ أولاً هذه المستويات مستويات تاريخية لم نصل لها منذ 2008 عملية البقاء فوق 8.000 نقطة حتى الآن شيء جيد جداً عملية اختراق 8.000 في رمضان أيضاً مؤشر جيد جداً جداً عندما نعود إلى بعض لنعرف كيف تم اختراق المؤشر عندما نراجع أسعار بعض الشركات الأسمنت وبعض الشركات الصناعات البتروكيميائية الكبيرة ونراجع بعض الأسهم الاستثمارية سوف نكتشف أن الاختراق هذه المرة أو الوصول إلى هذه المستويات لم يكن بدافع أو بدعم من شركات المضاربة ولكنها بحركات استثمارية فهي أكثر رسوخاً لو كانت تمت عملية الاختراق كما تمت في المرات الأولى عن طريق دار الأركان وعن طريق أعمار وعن طريق بعض الشركات التي تتم فيها المضاربة لذلك أنا أعتقد أنني متفائل شيء آخر أيضاً إن سمحتي لي هذا الارتفاع يتوافق مع ارتفاعات متوازية في الأسواق الخليجية إذن هذه الظاهرة ليست الظاهرة لدينا نحن فقط هذا الارتفاع أيضاً يتوافق مع تحسن النتائج في بعض الشركات القيادية هذا شيء جيد طب في مشهد آخر ربما له تأثير على السوق السعودي المشهد العالمي يعني لا نستطيع أن نكر أنه السعودي بعدها شوي تتأثر بالمشهد العالمي الإغلاقات يعني تحدثت الداو جونز وستاندر انبوز والنازل كلها كانت متراجعة أسبوعياً أسوأ أداء أسبوع للداو جونز في هذا العام وستاندر انبوز أيضاً في عدة أشهر كيف لهذا شيء أن يتأثر مع أنه هنا طبعاً أنا بدي الفط أنه البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت متضاربة ربما من الاقتصاد الأمريكي وبالتالي السير أو الاتجاه غير واضح حتى الآن العلاقة موجودة ولكن العلاقة ليست متزامنة بمعنى أنك لا تنتظر عندما كان السوق الأمريكي يرتفع وكان يحقق أرقام قياسية قوية جداً لم يحققها منذ 2008 كان السوق لدينا لا يتحرك كبر رمضان كان السوق لدينا ثابت لم يكن يستجيب للحركة الإيجابية التي موجودة في السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية يوجد علاقة ولكن ليست متزامنة بمعنى أن الاستجابة تتم بشكل متأخر وإذا كنا سوف نبحث عن العوامل طيب أسعار النفط ارتفعت الآن ترتفع الآن بسبب الأزمات المحيطة بنا من كل جانب لذلك أنا أقول لك شيء التأثر بهذا الأسواق العالمية يكون بشكل متأخر تقريباً أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع طيب السؤال إذن لكسر مستويات المقاومة التي نحن نتحدث عنها وهي 8,180 ما الذي قد يأخذ السوق السعودية لكسر هذه المستويات المقاومة ما هي العوامل التي قد تؤثر ما هو المنتظر وما هي ربما الإضافات لحتى تقدر تكسر هذه المستويات المقاومة القوية بعض الزملاء أو بعض الأخوان الذين أعرفهم لم يكن يتداولون في سوق الأسهم تقريباً خلال السنة أو السنتين الماضية خلال اليومين تردني مكالمات منهم هل السوق جيد؟ هل السوق يشجع؟ هل السوق زي كذا؟ دعيني أقول لك شيء الارتفاع يغري المزيد من المتداولين للدخول هذا ما حصل في التجارب خلال تقريباً العشرين سنة الماضية لذلك إن استمر الإداء الإيجابي في السوق هذا الأسبوع سوف تشاهدين المزيد من ضخ المتداولين وسوف تشاهدين المزيد من جولات المضارب ولكن زي ما قلت لك فقط النتائج الإيجابية والارتفاع والاستقرار هو الذي يجذب المزيد من السيولة نعم تاريخ طبعاً